السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون ألا أيها المقصود في كل حاجتي شكوت إليك الضر فارحم شكايتي ألا يا رجائي أنت تكشف كربتي فهب لي ذنوبي وقضي حاجتي أتيت بأعمال قباح رديئة وما في الورى وما في الورى عبد جنى كجنايتي أتحرقني بالنار يا غاية المنا فأين رجائي ثم أين مخافتي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا معلمنا وهادينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وارضى اللهم عن آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين لهم القائمين لله بالليل والنهار العاملين بالنهار والذاكرين بالأسحار اللهم ارضى عنا وعن والدينا وعن إخواننا وأهلينا وعن أبنائنا وبناتنا وارضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين وعن سائر أصحاب النبي الأمين وارضى اللهم عن بنات وآل رسول الله وعن زوجاته الأطهار الطاهرات العفيفات الصينات الخاشعات المسلمات التائبات ارضى اللهم عن آل بيت رسول الله واجمعنا بهم ومعهم في ذار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا تولى أمورنا اكشف الضر عنا اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك سؤال العبيد الضعفاء المساكين ألا تدع فينا ولا من يسمعنا ولا من يرانا ولا من غاب عنا لا تدع لنا حاجة إلا قضيتها لا تدع لنا حاجة إلا قضيتها ولا مسألة إلا أوجبتها ولا مريضا إلا شفيته ولا مذنبا عاصيا إلا للخير هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عاملا إلا وفقته ولا طالبا إلا أنجحته اللهم أنجح أبنائنا وبناتنا واجعلهم يا رب من الفائقين أخر أعمل الآباء بالأبناء وأسعد الأبناء بالآباء اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات اجعل بيوتنا منارة بطاعتك اجعل بيوتنا سعيدة بطاعتك اجعل بيوتنا هنية راضية بقسمك وعطائك يا أرحم الراحمين اللهم رضنا وارض عنا واغفر لنا ذنوبنا واستر علينا احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين احفظ قناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين أختاه بنتاه زوجتاه أمه تعالي تعالي لنتعلم من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم آداب العشرة بين الأزواج والزوجات تعالي واترك ما وراءك من أقوال لأناس ليس لهم صلة بدين الله عز وجل يدعون الجميع إلى خراب البيوت لا إلى صلاحها إلى العداء بين الرجل والمرأة وبين الذكر والأنثى وبين الزوج والزوجة وبين الولد والبنت وبين الآخ والأخت دعوكم من هؤلاء جميعا نحن نتكلم وأردنا أن نتكلم عن التربية النبوية للمرأة المسلمة لتحمل مسؤوليتها الاجتماعية لتكون المرأة فاعلة لتكون المرأة عاملة لتكون المرأة حكيمة لتكون المرأة ساعية لصلاح بيتها وعون زوجها وصلاح أولادها وسعادة واستقرار وأمن بيتها ثم لنشر الفضيلة في مجتمعها ثم للعمل على النهوض بالمجتمع المسلم ككل بل ولمساعدة سائر العالمين فيما فيه رضا رب العالمين مسؤولية المرأة إما أن تكون في خارج بيتها أو في داخل بيتها ونبدأ بالتربية للمرأة لتحمل مسؤوليتها في داخل بيتها إما أن يكون نحو بيتها وإما أن يكون نحو زوجها وإما أن يكون نحو بيتها وقد بدأنا في الكلام عن مسؤولية المرأة في داخل بيتها نحو زوجها وقلنا إن أول واجب عليها هي طاعتها لزوجها الطاعة المبصرة الطاعة لله وللرسول في طاعتها لزوجها الطاعة بغير قهر ولا جبر الطاعة عن رضا وعن حب الطاعة عن إقرار واعتراف بفضل الله عليها بأن رزقها زوجا صالحا يرضيها ويرضى عنها يسعدها ويسعد بها يطيعها وتطيعه يتفاهم معها بالنظرة بالكلمة بالهمسة باللمسة بالغمزة يتفاهم فيها الطرفان واليوم نتكلم عن مسؤولية المرأة نحو زوجها وكما قلت وأعيد وأكرر لأن البرنامج موجه إلى بناتي وأخواتي وأمهاتي سادتي وتاج رأسي إلى أحب خلق الله إلى قلب الرجل الأم الزوجة الأخت البند نتكلم عن هذا البرنامج لهذا الكلام موجه إلى النساء رغم أن هذه الواجبات كلها أن هذه الواجبات كلها بين الزوج والزوجة يتحملها الزوج والزوجة والجميع سواء في فهم هذه المسؤولية والقيام بالواجب والقيام بالواجب حسن العشرة بين المرأة وزوجها وبالتأكيد بين الزوج وزوجته لكن الكلام موجه إلى المرأة وبنفس الطريقة وبنفس الأسلوب يجب أن يكون من الزوج لزوجته وهذا هو الأول أنا دائما أقول هكذا ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهد فأنت حكيم لا تنصح الناس ولا تأمرهم بشيء وأنت لا تفعله بل يجب عليك أن تبدأ ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهد فأنت حكيم عار على الإنسان أن يطلب من الناس شيء وهو لا يؤديه بل يجب عليك أن تبدأ أنت بنفسك أولا المسؤولية وحسن العشرة بين الزوج والزوجة باب عظيم وهو من أبواب آداب الإسلام حسن العشرة بين الزوجين باب عظيم من أبواب ومن أفضل ومن أجل آداب الإسلام بحسن العشرة تدوم المودة وتبقى المحبة بحسن العشرة تسعد الأسرة بحسن العشرة يترب الأبناء في جو سوي جو صحي جو يتآلف فيه الزوج مع الزوجة لهذا والله ترى الأبناء فائقين ترى الأبناء متفوقين ترى الأبناء صالحين بارين متحابين لما تكون هناك عشرة طيبة بين الزوج والزوجة الأولاد يكونوا أسوياء لن تصدق يكونوا أسوياء ذهنيا أسوياء قوليا أسوياء صحيا وبدنيا جو صحي جو طيب جو طاهر بين الزوج والزوجة لكن لو البيت فيه شحناء وبغضاء وكراهية هتلاقي كل البيت كئيب تعيس يأكلون ولا ينفع الأكل ينامون ولا ينفعهم النوم ترى العداوة والبغضاء بينهم تراهم أمراض أمراض عقول أمراض قلوب أمراض أمراض تفتك بالمجتمع بعد أن تفتك بالبيت أمراض بدنية وجسدية ونفسية عقد متراكمة متراكبة ترى الأولاد معقدين تراهم انطوائيين تراهم حقودين تراهم عدوانيين تراهم كذابين خائنين صفات كلها بسبب سوء العشرة بين الزوجين اللي انت ما تعرفوش أو اللي انت ما تعرفوش ان حسن العشرة بين الزوجين أصل الزواج وجعل بينكم مودة ورحمة وأساس المحبة وعمود السعادة والأعجب من ذلك أن حسن العشرة بين الزوجين تزيد النسل الذي أمر به رسول الله تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة ليه؟ لأن لو فيه ألفة بين الزوجين لو فيه حسن عشرة بين الزوجين هيكون فيه مودة ومحبة هيكون فيه معاشرة عن طيب خاطر عن حب عن ألفة هيكون فيه كثرة لقاء بين السعود والزوجة هيكثر النسل ويطلع نسل صحي حسن العشرة بين الزوجين ما دلالاته ما علاماته ما أمارات حسن العشرة بين الزوجين أول حاجة خالص تظهر في القول عدم رمي الزوج بالعيوب سواء كانت عيوب خلقية لا دخل له فيها أو عيوب خلقية هو يحاول أن يغيرها وأن يبدلها فلا تفضحيه بها العيوب إن كان قصير مش كل شوية تقول له مش كل شوية تقول له يا أزعى أبداً حتى لو بمزاح عيوب خلقية لو كان أسود دميم أعور رجله فيها لا تعيريه لا تعيبيه بعيب خلق به وأنت رضيت به من البداية وهو كذا وهو هكذا لأن النبي قال للزوج ولا تقبح لا تضرب الوجه ولا تقبح أي لا ترميها بالقول القبيح سواء باللغض أو بالهمس والغمز وإن كان فيه عيب مثل البخل مثلا ممسك مش كل شوية يا بخيل يا جلدة طلع من تمعاك لا تفعلي هذا أول علامة من علامات حسن العشرة لا تقبحيه ولا ترميه بما فيه إلا إذا كان من باب النصح والتوجيه وتختار الطريقة والزمان للنصح والتوجيه اثنين عدم إظهار الإشمئزاز منه بل تظهري الابتسامة والفرحة عند دخوله وقدومه عند الحديث معه والكلام معه عند الجلوس على الأجل بعضهم وهم قاعدين يأكلوا مديالوا ظهرها وهم قاعدين يتكلموا بتبص بعيد مش طيقة شوف مش طيقة أكلمك إيه ده كيف تفعلي هذا وهي عند تأكلوا بيكلمها عمالة تبصي الناحية التانية وكل شوية مالك عدم إظهار الإشمئزاز علامات بسيطة تدل على حسن العشرة رقم أربعة رقم ثلاثة عدم ذكر محاسن الرجال أمامه خصوصاً إذا كانوا من أهله ومن أصدقائه مش كل شوية تقولوا له أخوك إيه سلام أخوك أخوك أنت فين وأخوك فين ابن عمك ابن عمك فين وأنت فين شفت ابن خالك شفت فلان صاحبك وهو داخل البيت عامل إزاي شفت لبسه شفت ريحته شفت شكله شفت تسريحة شعره شفت عدم ذكر محاسن الرجال أمامه وكذلك الرجل ما نقلت الكلام منصب على المرأة لأن الحديث موجه للمرأة لا تقولي تم تقول لهم ما نبأ أقول لهم مقلت لهم كثير لكن الكلام موجه إلى المرأة مهم جداً عدم ذكر إلا إذا كان للفت النظر ويكون باللمس كلام خفيف لطيف خدت بالك وهو داخل كان عامل إزاي بس بس إنما على بختينا على حظنا مش كنت أنا أولى بدا مش كنت أنا أحق بخوك ده أو بابن عمك أو بابن خالف أيّاكي حتى لو سمع وسكد وسكد في قلبه شيء أربع نداؤه بأحب الأسماء إليه أو بكنياته يا سلام يا سلام لما إذا كان صغير في السن بندلعه إذا كان كبير والمسألة امتد الزمان ندلعه بس بما يناسب سنه ما يبقاش عنده خمسين ستين سنة وبنادع عليه بقول له يا شار شار أدخل يا شار شار تعال يا شار شورتي كاركورتي ما ينفعش إنما بما يناسب السن أبو فلان فلان بوصفه دكتور مهان تقول لي هو أنا هقول زودي يا دكتور إيه المانع هو أنا هقول له يا شيخ ده زوجي إيه المانع هو أنا هقول له يا بش مهندس إيه المانع هو أنا هقول له يا أستاذ يا مستر يا أي حاجة يا كابتن إيه المانع أناديه بحب أحب أسمائه أو بكنيته إليه يا سلام وأعود نفسه على كده تعرفي لو أنت تعودت في البيت إنك تناديه بلغض قبيح أو بإسم يكرهه في البيت واخدين على بعضه هو راضي يا أزعى يا سمارة يا أي حاجة أحياناً تقول له يا ولد مثلاً بره هتعمل كده هيجي وقت من الأوقات تقول هذا اللغض أمام أهله أو أمام أصدقائه أو في مكان عام وتبقى مشكلة لكن عودي نفسك دائماً أن تناديه بأحب الألفاظ إليه أمر عجيب أوي بنغفل عنه تطيبها وتعطيرها فاركباً أن يتطيب الرجل أنا أعرف أن أغلب النساء تحب الطيب والعطر والريحة الجميلة طبعاً طبعاً هي وردة هي وردة هي لطيفة البيت هي مفتاح النور والسعادة والبهجة في البيوت فتحب أن يكون زوجها كذلك إيه الفرق بين إن الرجل إن أنا أقول له فين العطر أنت عندك أنواع من الطيب كثيرة فين الرائحة الجميلة أنت عندك معرفش كذا وعندك معرفش العود العود الجميل ده فين الورد البلدي الجميل ده فين اليسمين فين المزيان فين الحجر الأسود فين فين الأنواع من الطيب الجميلة دي ما تشممنا ما تحطها طب إيه المانع عندنا اللي عطره أم المؤمنين عائشة الجارية الذكية الفطنة المؤدبة المؤدبة الوفية الوافية السعيدة التي تسعد البهجة التي تبهد المنارة التي تنير أم المؤمنين عائشة تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي وأطيبه عند إحلاله من إحرامه هي اللي بتطيبه هي اللي بتعطره فرق يا سلام لما أنا أجيب العطر وأحطله لما أنا أجيب العطر وأحطله طيب لما أجيب العطر وأعطره أنا اللي أعطره أنا اللي أطيبه أطيبه حتى كان ينزل عليه الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أطيبه وأعطره بتعملي كده إمتى عطرتيه لو قال لك عطريني ما عندك العطر هو أنت يعني لا سمح الله إيدك فيها حاجة حصل لك حاجة يعني ما بتعطر هو أنا قلت لك تعالى عطرني وإنت كمان تعطره وإنت كمان تطيبه ولو طلبت منك أن تزينها زينها إه المانع من حسن العشرة بين الزوجين وهذا أمر خامس مهم يغفل عنه كثير من النساء والرجال أن يغتسل معه يا سلام كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة وكانت تفعل كذلك ميمونة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وعاء واحد يدي تسبق يده ويده تسبق يدي ويقول النبي له لها وهو يمازحها خلي لي وهي تقول خلي لي الاختسال كثير تغفل عن هذا الأمر وهو من حسن العشرة علامة محبة علامة حسن عشرة تعالي اعمليلي مثلا ليفيني ما تليف نفسك أو هي تقول له تعالى ما تليف نفسك ليش ما عليش سمحوني وكلام ممكن يكون جرح شوية لكن لماذا لا نفعل هذا النبي 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 القدوة النبي الأمة النبي المجاهد النبي عظيم الجاه النبي على علو سلطانه يختسل مع زوجته عائشة الجارية الذي كان بينه وبينه قرابة أربعين سنة في السن إيش هذا ليه لماذا ليه من أعملش هذا الأمر من حسن العشرة بين الزوجين أيضا أن أحترم مكانته الاجتماعية أدل بريستيجو أدلوا كيانه ما يكونش شيخ كبير وأنا أمام الناس أستهين به يناديني مثلا أسبني منه وإحنا مشيين أسبقه لما نجي نجلس أجلس قبله أو لو هو مسؤول كبير أحترمه أمام الناس ولما أتعود على احترامه في البيت سأحترمه في خارج البيت وأنا لما أحترم زوجي هيطلعوا الأولاد يعملوا كذا في أبيهم بيشوفوا أمهم بتعمل مع أبيهم كيف تستقبلوا كيف تستقبلوا على الباب كيف تقبله عند الدخول كيف تبش وتهش له عند الاستقبال من حسن العشرة أن أعدل في طلبه لا أتوانى ولا أتأخر أسيب كل اللي في إيدي أول ما عرفت أنه دخل البيت أترك كل شي زي ما بتقول لكم البنت المزيعة دي فرعونك رجلك بيضرب الجرس أو بيتصل التليفون وأنت بتتكلم مع صاحبتك فيلي حالة مش تقول له استنى أنت ما تدخل هو أنت مش معاك المفتاح أنا معاك تليفون كل هذا المفروض أنه في حسن العشرة وأيضا بين الزوجين وأنت تتكلم واتصلت بك زوجتك تترك المكالمة وترد على زوجتك تستأذنها أنك هتطول في المكالمة حسن العشرة باب عظيم من أبواب جلب المحب ووالله لن تسعدي حتى تسعدي ووالله لن تعيش في أمان حتى تؤدي هذه الحقوق وكذلك الرجل للخلافات والشحناء والبغضاء بين الناس من المهم جدا ألا أعتزل في راشة زوجي أبقى جنبه القرب في المكان يؤدي للقرب في القلوب تماثي الأبدان يقرب بين القلوب اللمس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت إذا كانت إحدى هن إحدى نسائه عليها العذر الشرعي كان ينام معها في لحاف واحد يمس جلده جلدها شوف شوف القرب شوف الدروس النبوية النوم في فراش واحد من المهم جدا في حسن العشرة إكرام أهله والإحسان إليهم وكذلك الرجل يكرم أهلها ويحسن إليها وهذا باب عظيم يحتاج إلى تفاصيل وإلى كلام طويل لكني عددتها نقاط ولك أختاه بنتاه أمه أن تعيدي نفسك على هذه النقاط السبعة أو الثمانية أو العشرة عشر نقاط إن جمعتيها سعدت وأسعدت أمنت وأتمنت رضيت وأرضيت رضيت وأرضيت أنجبت أولادا أسوياء كان البيت مترابط متلاحم عاش البيت سعيدا رضيا هنيا يذكرها بخير وتذكره بخير بنسمى حكايات إن بعض النساء بعد موت زوجها بعشرين بثلاثين بأربعين سنة لا تنساه لا يمكن تنساه وكذلك بعض الرجال إذا ماتت زوجته خلاص يبكيها ليلة نهار لا ينساها أبدا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول على خديجة بعد زمن من الأزمان لا والله ما أبدلني الله خيرا منها كان يكرم هالة أختها إذا جاءت إلى البيت كان يكرم صديقاتها كان يكرمهن هذا من حسن العشرة لكن من المهم جدا الإحسن إلى الأهل الوالدين الاخوال الأعمام الاخوال أقول هذا خال زوجي هذا عم زوجي هذا أخو زوجي هذه أخت زوجي أكرمها وإحسن إليها أبش في وجهها أستقبلها أحسن استقبال أفتح لها بيتي أفتح لها قلبي أمر أولادي أن يحسن استقبال أهله وأن يكرموهم هذه من حسن العشرة وهو باب عظيم من أبواب جلب المودة واستمرار المحبة بين الزوجين قلت ما سمعتم وأسعدني الله وإياكم وبارك لي ولكم في أزواجنا وزوجاتنا وأسأل الله وأسأل الله في هذه الأيام المباركة في شهر من الأشهر الحرم أن يحرم أعراضنا وأموالنا وأبداننا على النار وعلى المعاصي وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يسعد بيوتنا وأن ينور بيوتنا وأن ينجح أبناءنا في اختبارتهم وامتحاناتهم وأن يبارك لنا في زوجاتنا والله ثم والله ما هي إلا دلالات وعبارات أبثها أرجو من ربي أجرها وثوابها وأرجو أن أكون مثل ما قلت وأسأل الله أن يجبر كسرنا وأن يعدل عيوبنا وأن يتوب عنا ويستر علينا ذنوبنا وفي الختام أستودعكم الملك السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته